متبنيا وجهة النظر الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة جاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى القاهرة التي كانت مركز التواصل بين الأطراف الإقليمية والدولية منذ بدأ الهجوم الإسرائيلي على القطاع يولن كيري كنظرائه الفرنسي والإيطالي وغيرهم دعمه للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار لكن المبادرة لا ترى النور بسبب رفض الفصائل الفلسطينية لها فينتهز الرجل الفرصة ويحمل حركة حماس والفصائل مسؤولية ما حدث على مدى الأسبوعين الماضيين رأيت حركة حماس تطلق الصواريخ على المدن الإسرائيلية وتستخدم الأنفاق لاختطاف ومحاولة قتل الجنود الإسرائيليين تتطابق هنا المواقف الأمريكية والإسرائيلية وغير بعيد عنهم تقف دول أوروبية دعمت المبادرة المصرية وانتقدت وإن بنعومة استخدام إسرائيل المفرط للقوة ضد الفلسطينيين في القطاع وهو تقريبا ما فعله أمين عام الأمم المتحدة الاستمرار في القتل لن يساعد في التوصل إلى حل لهذا أؤكد على ضرورة وقف جميع أشكال العنف من كل الطرفين وفي مقابل هاتين الرؤيتين يطرح العرب رؤية تحمل إسرائيل المسئولية وتطالبها باعتبارها قوة احتلال بحماية المدنيين ووقف هجومها على غزة تمهيدا لبدء وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق التهديئة لعام 2012 وذلك في إطار المبادرة المصرية التي دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية حركة حماس لقبولها اجتماع تلو اجتماع وفكرة تتبعها فكرة كل هذا ولا شيء يتغير على الأرض فما تزال مكينة الحرب الإسرائيلية تحصد أرواح مئات الفلسطينيين فهل يدفع هذا قوة فاعلة وأطراف مؤثرة إلى القبول بالسير في طريق وقف إطلاق النار أم إنما يحسبه البعض نصرا سياسيا سيحول دون ذلك سامير عمر سكاي نيوز عربية القاهرة